مناسبة دستورية سنوية لتجديد اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله قائد هذه الأمة ورمز وحدتها واستمراريتها وبين ممثل الأمة بالبرلمان بمجلسيه النواب والمستشاري هو أيضا موعد سنوي هام لاستعراض وطرح القضايا الكبرى للأمة وانشغالاتها ورسم خارطة طريق تعبئ الطاقات وتشهد الهمم لرفع كل التحديات وربح الرهانات وكسب كل معارك التنمية والتحديث والتطور موسيقى 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 بعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني يستعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله محفوفا بصاحب السمو الملكي وللعهد الأمير مولي الحسن ومفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد تشكلة من الحرس الملكي تؤدي التحية الرسمية لجلالة الملك تلقيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله موسيقى مناسبة لوضع خارطة طريق تلامس القضايا الراهنة نابعة من حكامة التدبير الاستراتيجي والطور الريادي لجلالة الملك حفظه الله إنجازات وانتصارات تشكل مصدر اعتزاز وفخر للمغاربة قاطبة ومصدر إعجاب وإنشادة وتنويه من العالم في نفسه ففي عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وقطعت المملكة أشواطا هامة على درب التقدم والتحديث والعصرنة في مختلف جهات المملكة هو استمرار لعقد الوفاء والإخلاص بين القمة والقاعدة وترجمة ملموسة لقدسية عقد البيعة والولاء بين العرش والشعب حكامة التدبير الاستراتيجي والدور الريادي لجلالة الملك في تدبير تداعيات زلزال الحوز أثمرت نتائج إيجابية في التخفيف من حدة الأضرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات البرمانيين المحترمين جاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجئ بلادنا مخلفا آلاف الشهداء والعديد من الجرحة شفهم الله وقد كان المصاب عظيما والألم شديدا ومسنا جميعا ملكا وشعبا من تنجا إلى القويرة ومن شرق البلاد إلى غربها قال تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا صدق الله العظيم وإننا ندعو عز وجل أن يثبت أرضه رحمة بإباده الدعفاء والمساكين فهو أرحم الراحمين وإذا كان الزلزال يخلف الضمار فإن إرادتنا هي البناء وإعادة العمار لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإصراع بالتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية ورغم هول الفاجعة فإنما يخفف من مشاعر الألم ويبعث عن الاعتزاز ما أبانت عن فعاليات المجتمع المدني وأموم المغاربة داخل الوطن وخارجه من مظاهر التقافل الصادق والتضامن التلقائي مع أخوانهم المنكوبين فما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات التي قدمت القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة ولا يفوتنا أن نجدد إبارة شكر للدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم حضرات السيدات والسادة لقد أظهرت هذه الفاجعة انتصال القيم المغربية الأصيلة التي مقنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وأزما على مواصلة مسارنا بكل ثقة وتفاؤل تلك هي الروح والقيم النبيلة التي تسيف في أروقنا جميعا والتي نعتبرها الرقيزة الأساسية لوحدة وتماسق المجتمع المغربي وهي قيم وطنية جامعة كرسها دستور المملكة وتشمل كل مقونات الهوية المغربية الأصيلة في انفتاح وانتجام مع القيم الكونية وأخص بالذكر هنا القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة أولا القيم الدينية والروحية وفي مقدمتها قيم الإسلام السن المالكي القائم على إمارة المؤمنين الذي يدعو إلى الوسطية والإتدال والانفتاح على الآخر والتسامح والتعايش بين مختلف الديانات والحضارات وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك بين المغاربة المسلمين واليهود وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى ثانيا القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية والقائمة على الملكية التي تعضى بإجماع المغاربة والتي واحدت بين كل مكونات الشعب المغربي وإمادها التلاحم القوي والبيع المتبادلة بين العرش والشعب كما يعد حب الوطن والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية من ثوابت المغرب العريقة التي توحد المغاربة والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد لهوية الوطنية الموحدة الغنية بتنوعها ثالثا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي بين الفئات والأجيال والجهات التي جعلت المجتمع المغربي كالبنياني المرصوص يشد بعضه وبعضا وإننا ندعو إلى مواصلة التشبت بهذه القيام اعتبارا لدورها في ترسيخ وتحسين القرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية وخاصة في ظل ما يعرف العالم اليوم من تحولات عميقة ومستسارعة أدت إلى تراجع ملحوظ بمنظومة القيام والمرجعيات والتخلي عنها أحيانا حضرات السيدات والسادة في إطار هذه القيام الوطنية التي تقدس الأسرة والروابط العائلية تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إن الأسرة ينخلية الأساسية للمجتمع حسب الدستور إذا نحرص على توفير أسباب تباسكها فالمجتمع لن يكون صالح إلا بصلاحها وتوازنها وإذا تفققت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة إذا ما فتئنا نعمل على تحسينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى ومن بينها ورش تأميم الحماية الاجتماعية الذي نعتبره دعامة أساسية لنموذجنا الاجتماعي والتنموي وسنشرع بعون الله وتوفيقه في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج دام الاجتماعي المباشر تجسيدا لخيام التضامن الاجتماعي الراسقة عند المغاربة فقد قررنا أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات الآئية فقط بل حرصنا على أن نشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة ويهم هذا الدام الأطفال في سن تمدرس والأطفال في وضعية آقة والأطفال حديث الولادة إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن تمدرس خاصة منها التي تعيل أفراد المسنين وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع إلى المستوى المائش لعائلات المستهدفة وفي محاربة الفقر والهشاشة وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة إنما يكون أكثر تضامنا وأكثر تحسينا أمام الطوارئ والتقلبات الضرفية وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليها البرنامج ويجب أن نتم تفعيله بطريقة تدريجية تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة وتحدد المستوى الأمثل للتغطية ومبالغ التحويلات المالية وكيفية تدبيرها كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله على أساس نظام الاستهداف الخاص باستجل الاجتماع الموحد وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها الدغنولوجيا الحديثة وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافة والإنصال ومن حدام لمن يستحقه وندعو الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لأقننة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا والتأمين استدامة وسائل التمويل كما نؤكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع في كل أبعاده وأن يتم بعض آلية خاصة للتتبع والتقييم لما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمع ولن يغفى عليكم حضرات السيدات والسادة دور البرلمان في إشاعات وتجسيد هذه القيامة العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى ومواصلة التابع واليقضة للدفع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا وخير الختام قوله تعالى وقال الحمد لله الذي أدب عنا الحزن إن ربنا لغفور وشكور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا